السلام عليكم اهلا بكم طلاب الصف الخامسة دادي بهذا الدرس راح اشرح لكم اهم مواضيع الوحدة الخامسة راح نبدي باول مواضيع اللي هو model verse الافعال الناقصة راح ناخذها بهذا الدرس اول فعل ناقص عندنا هو الفعل must وانه في مادة mustn't مست معناتها يجب ومست معناتها يجب لا او لا يجب ان يعني نستخدم المست هذا الفعل هو اقوى الفعل عندنا بالافعال الناقصة نستخدمه حتى اذا نريد نجبر شخص انه يسوي فاتشي فنقولها you must مست نستخدمها للمنع وذا نريد نمنع شخص من انه يسوي شي نقولها لسه وهذا الشي فرح نستخدم mustn't فعل الثاني هو can وانه في مادة can't or cannot نعطينا صحيحات ولا must or mustn't mustn't or must not نعطينا صحيحات كان معناتها يسمح او يستطيع وكانت معناتها لا يستطيع عندنا الفعل الاخير هو should معناتها يجب ان نستخدم هذا الفعل لنصيحة وعدنا الفعل shouldn't اللي معناتها لا يجب ان نستخدمه اذا مر ينصح شخص انه يسوي فاتشي معين فنقوله you shouldn't اقوى فعل بيهن هو must مثل ما قلت لكم واضعف فعل بيهن هو the weakest one is should ابعف فعل بيهن هو should must can should هاي بحالة الافبات اذا رد ننفيها تصير mustn't can't or shouldn't استخدم mustn't to express provision استخدم mustn't اذا رد نعبر عن المنح اذا رد منع شخص انه يسوي فاتشي can't or shouldn't بينما استخدم must to express possibility or ability or to express to express obligation حتى نعبر عن عن يعني الامر او الالتظام اشترك باك اللي اشترك باك الامر اشترك باك اشتركوا في القناة نستخدم must حتى نعبر عن الإلزام أو الإجبار يعني نجبر شخص إنه نسوفت شيء أو يمشي عالقاعدة نقول لي you must نستخدم can للpermission للسماح بينما نستخدم can't إننا ردي نقول there is no permission ماكو سماح بالموضوع يعني هذا الشيء must نسمح لقل نسوي نستخدم can't نستخدم should بحالة الإثبات بحالة النفي for advice للنصيحة you should do it or you shouldn't do it فهنا بالحالة نحن ننصح الشخص إنه يسوي هذا الشيء قاعدة هذانين ثلاث أفعال اللي هنا can must وشد سواء بحالة الإثبات أو بحالة النفي هي تكون لازم قبل نخلي فاعل وبعده لازم نخلي فاعل مجرد خالي من أي إضافة فمثلا نقول we can use the computer lab in school hours يعني إحنا مسموح إنه معناته أو إحنا نقدر إنه نستخدم computer lab مختبر الحاسوب في الساعات المدرسية فهنانا من استخدمه كان معناته إحنا مسموح إنه إنه نسوي هذا الشيء شنه هو الشيء use the computer lab in school hours فهنانا شفته بهذا المثال قبل ال can خلينا فاعل اللي هو we وبعد ال can خلينا فعل مجرد خالي من أي إضافة اللي هو use فهذا معناته إنه it is allowed for us to use the computer lab in school hours يعني هذا الشيء مسموح إنه إنه نسوي إذا نأخذ another example like there must be a teacher in the lab when we use it هنالك must يجب أن be يتواجد a teacher معلم in the lab بالمختبر when we use it لما إحنا نستخدمه هنالا بالمثال الأول بالمثال الأول إحنا مسموح إنه إنه نستخدم هذا computer lab هذا المختبر مختبر الحاسوب بإذا ما هنالا بهذا المثال معناته هاي القاعدة يعني لازم أوكي يتواجد لازم يتواجد معلم أو معلمة أو يعني مدرس أو مدرسة بالمختبر لما إحنا نستخدمها هاي قاعدة ثابتة لازم يكون مدرس أو مدرسة أوكي فهنانا هاي معناته it's a rule هاي هنا it's a rule يعني هاي قاعدة ثابتة إنه بأي مدرسة بالمختبرات لازم يتواجد أستاذ اللي يقدرون طلاق يستخدمون المختبر خلي ناخد مثال على الشد we should sign our names in a book إلا لاب إحنا لازم أوكي نسجل أسماءنا بالسجل بالمختبر هنانا من استخدرنا الشد هاي معناته إحنا هنانا نصح نفسنا إنه هاي نصيحة لنا إنه إحنا نسجل أسماءنا بالسجل بالسجل اللي موجود بالمختبر بس إذا مثل نسينا أو ما قدرنا إنه نسجل أسماءنا ما صارت فرصة ما رح تكون يعني ما رح نتأثر بالموضوع يعني ما رح تكون أكو أي مشكلة بالموضوع إذا نسينا مثلا نسجل أسماءنا ليش أنه هنا مستخدمين شد لأنه شد نستخدمها للنصيحة فبالنصيحة وي دونت أوليز أبيت إحنا مو دائما نطيح هذا الشي منستخدم شد معناته إحنا مو إلا نطيح هذه النصيحة بكثنه إتس أب تو اس يعني هي ترجع عنا أوكي بها الوضع بينما هنان شفته من استخدامنا هنانا في هاي الجملة كان معناته هما سمحونا أنه أنه نستخدم المختبر أوكي مسموحة نو هم بقتيالنا نريد نستخدمه وريد ما نستخدمه هاتس أب تي أز هنانا بهاي الجملة there must be مدم أكون مست هنا بالموضوع ماكو مست مستخدميها بهاي الجملة إذا أنه هذا إجبار هذا إلزام لازم يتواجد مدرس ودعا ما تواجد مدرس معناته احنا ما نقدر أصلا ندخل لهذا المختبر فب هاي الطريقة عرفنا الفرق بين هذان هي ثلاث أفحال اللي هنا كان must and should خلينا أخذ مثال هداني you can take food into the library you can take food into the library يعني أنت ما تقدر أو ما مسمح لك أنه تاخذ أكل وياك into the library you are not allowed معناته you are not allowed to take food into the library يعني أنت ما مسمح لك أنه تاخذ وياك تاخذ أكل داخل المكتبة إذا هذا الشي ما مسمح لك بس أنت ممكن يعني تدخل يعني للمختبر تدخل أو للمكتبة تدخل أكل بدون محاديدر ليش أنه ما رحت يعني تقدر تتجاوزها بدون محاديدر وتسوي الموضوع بس ما رحت تتعاقب بينما هذا نشوف هنا المثال الثاني you mustn't touch this machinery you mustn't touch this machinery معناته إنت ما يصير تلمس هاي touch معناته تلمس this machinery يعني هاي الآلة هنا مدام استخدمنا محاديدر فمعناته هذا الشي قاعدة it's a rule ما يصير أنه إنت تتجاوزها لأنه إذا تجاوزت هاي القاعدة ممكن أنه تتعاقب لأنه مستخدمنا محاديدر فهن هنا إجبار وكيفك الموضوع لازم تسوي هذا الشي فله السبب استخدمنا ما صلت هنا لو هنا بهاي الجملة مستخدمي can't you can't touch this machinery تصير you are not allowed بس إنت تقدر تتجاوز تتجاوز هاي هذا الموضوع أو هاي النقطة لأنه استخدمنا can't هنا بس هنا مدام استخدمنا وصلت إذا ما يصير أنه إنتم تتجاوزون هاي القاعدة لأنه راح تتأذون راح تتعاقبون يعني هي شنو قاعدة بدان استخدمنا بها مستخدم فهنا أنت مجدد أنت مجدد تمشي على الزره نحن بدان استخدمنا shouldn't حتى نطي نصيحة انت مجدد انت مجدد تمشي على الزره يعني هاي الفكرة بس يعني من الأفضل أنه أو يعني أنا نصحك أو نصحك أنه ما تمشين على الزرع بقاديمت يعني تردين تمشين على الزرع ما تمشين عليه بكيفة مدام استخدمنا هنا shouldn't بينما لاب نفس هاي الجملة المستخدمية mustn't you mustn't walk on the grass معناه منع prevention فأنت راح تتعاقبين إذا إذا سويت هذا الشي فمدام هنا shouldn't نستخدمنا so it's up to you هذا الشي بعجيه لك هس خلونا نأخذ هدانين أمثلة مثلاً لدينا مثال بحالة question ممكن إنه إذا ردنا نكون السؤال نحن بس نقدم من البداية can can or should نستخدمها بالبداية والمست ما نقدر نسأل بيها إلا بحالة وحدة الصراحة نأخذه خليني نديه بسؤالنا بcan can نقدرون نسألون بي مثلاً can we take food into the library مسموح إنه نأخذ ويانه أكل بداخل المكتبة أو نقدر نسأل بطريقة ثانية can we take food into the library معناتها ما أسموح إنه نأخذ ويانه أكل داخل المكتبة فهنانا من سألنا بcan't أوكي من سألنا بcan't شنو معناتها معناتها إحنا هنا نريد نشيك أوكي نريد نشيك المعلومة نريد نتأكد من المعلومة نحن ندري إنه هو الشي هذا ما مسموح إنه أوكي أنه نأخذ ويانا أكل بداخل المكتبة بس مع ذلك نحن حبينا أنه نتأكد فنسأل بهاي الطريقة يعني نفي والسؤال بنفس الوقت سألنا هم بدأت استفاق ونفيئنا ها يعني sorry سألنا هنا هنانا فع المساعد اللي هو كان model verb ونفيئنا بنفس الوقت هاي يعني طريقة شوي غريبة عليكم بس هي جدا مفيدة فينا إنه حتى نتأكد من المعلومات إنه نعرفها نعرفها نقدر نسأل بدون انو نختصر مثل هاي الجنة الاولى can't لا نقدر نفصل هن so can we not take food into the library يعني احنا ما نقدر ناخذ ويانا اكل بداخل المكتبة استنتبهون انو هنان ال can ما تصر can not we لا تصر can we not take يعني خلي not بعد الفاعل قبل الفاعل الرئيسي اذا سألني بshouldn't we walk on the grass يعني احنا ما يصر نمشي على الزرح تنصحني انو 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 ما امشي على الزرح هنا انا بدت اسأل عن نصيحة استخدمت shouldn't حتى تأكد من نصيحة الشخص المقابل انو ينصحني انو انو ما امشي على الزرح صحيح هذا الكلام دولا فهنا نقدر نسأل نقول should we walk on the grass يعني بدون نفي تصير يعني تنصحني انو انشي على الزرح اذا انا اصلا ادري انو شخص المقابل ما ينصحني بهذا الشي فراح اسئله اقول له shouldn't we walk on the grass ما تنصحنا انو نمشي على الزرح حتى نتأكد من المعلومة نقدر انو نفصل ال not عن ال should ما نختصرها بهالطريقة so should we not walk on the grass لا تنصحيحات بينما عندنا الفعل must ما نقدر احنا نسأل به ما نقدر نقول mustn't we walk on the grass أو must we walk on the grass هذا الشي خطأ نقدر نستخدم must فقط بحالة الاسئلة الدينية مثل هذا السؤال he must tidy his room هو لازم او هو مجبر انو يتب شنو غرفته wasn't he اوكي اليس كذلك فهنانا استخدمنا mustn't he استخدمناها فقط بحالة السؤال الدينية عندنا الفعل كان بالماضي يصير could مثل we couldn't eat our sandwiches in the library ومن نخليه بالماضي هذا الفعل يعني نخليه قبل الفاعل خليه بعد الفاعل يعني مثل القاعدة كان بطابط بس مجرد الفعل حوالنا الماضي صار could وبحالة اننا فيها من داخل العينات وممكن نختصرها تصير couldn't وبعد دي لاز بنزل فعل مجرد خالي من اي اضافة we couldn't eat our sandwiches in the library يعني معناه احنا ما قدرنا انو ناكل لفاتنا او ساندويتشاتنا بداخل المكتبة الفعل must حتى نحاوله للماضي يصير had to اوكي يصير had to بالماضي فمثلا he didn't have to tidy his room because his sister had done it يعني هو من غير الضروري انو يرتب ان يرتب his room برفته because his sister had done it لانه اخته سوت هاد الشي فانانا غايت جملة احنا ال had يعني must بالماضي حواناها الى had to اللي هو فعله ضروري بالماضي اوكي زيان بالزمن الماضي حتى ننفي الجملة راح ننفيها بما؟ راح ننفيها بالفعل didn't او didn't من ننزلها نحتاج فعل الرجعة الاصطة اللي يجي بعدها فالفعل هو عندنا had to had to had to بالزمن الماضي اوكي هو had to بالزمن المضارع اذا لدينا راجع الاصطة اصطة شنو هو have to يجب ان فبهاي الطريقة يعني قدرنا ننفي الجملة هم بالماضي هم باستخدام must فالزمن الماضي فالزمن الماضي في الزمن الماضي تصير فعل الضروري اللي هو have to اللي هسا هناخذه بهاي الوحدة اللي هي الوحدة الخامسة مفهوم؟ فاذا كانت وعدكم الجملة مثبتة وعدكم الفعل must لازم يعني تنفو لازم تتخدمون بالزمن الماضي وليقيت وعدكم must وجملتكم بالزمن الماضي فهنا راح يتحولون المست المن الى have to بحالة الاثبات إذا رأيت تنفون بالزمن الماضي راح تستخدمون they didn't have to مثلا he mustn't tidy his room because his sister had done it هنا هاي الجملة طالب لازم تتحولوها الى الماضي البسيط هي الجملة he mustn't tidy his room because his sister had done it فهنا شفتوا هاي الجملة طالكم اياها وقبل الزمن المضارع mustn't جاي بالزمن المضارع ومن فيه وطلاب من عدي انو راحاولها للماضي البسيط فاشنو راحاولها راحاولها بهاي الطريقة قبل شوية راحاولنا هاي الجملة بس mustn't تحولوها للزمن الماضي واتباقوها من فيه تنفي بي من بالزمن الماضي البسيط تنفي بالdidn't والفعل must بالزمن الماضي بالزمن يعني الماضي هو how to اريد ارجع على اصل how to لصر have to ما نصر he didn't must اوكي ما نصر بهذه الطريقة لا لازم نصر he didn't have to tidy his room because his sister had done it فمثلا بعد اذا نريد نقول نستخدم يعني هاي الجملة بدون نفيه بالزمن الماضي شو صر he had to tidy his room يعني بس الفعل must حوالنا الماضي صر had to صر he had to tidy his room هو كان من الضروري ان شنو يرتب ورفته فاذا must بحالة الماضي صر had to بحالة الماضي ومدفية صر didn't had to اوكي سجل الملاحظة ونتبهوا هذه انا ممكن تجيكم بالانتحان هسا ننتقل الى موضوع ثاني اه بهاي الوحدة الخامسة وجد المهم هذا الموضوع اللي هو necessity verb necessity verb اللي هو فعلة ضرورة عندنا فعلة ضرورة هو have to اوكي هو الفعل have to نستخدمه من الرجل يقول it is necessary يعني هذا الشيء ضروري ان نسوي فمثلا نقول i have to get up early tomorrow يعني اني من الضروري ان انهض مبكرا غدا my plane طيارتي leaves at 6 in the morning طيارتي اتغادر عند الساعة السادسة في الصباح فهنا لانه طيارتي راح اتغادر الساعة الستة فانا استخدمت هنا شنو حتيلت ان هذا الشيء ضروري انه اسوي شنو اسوي اجعلت من وقت باتر فشفتم هنا استخدمنا have to واستخدمنا بعدها i have to get up فاستخدمنا i بالبداية اللي هي الفاعل واستخدمنا بعدها have to وبعد الhave to خلينا فعل مجرد خالي من اي اضافة اللي هو get up فنستخدم have to to say that something is necessary يعني هذا الشيء هو ضروري necessary معناته ضروري هذا الفعل اللي هو have to يدخل على كل الازمة لانه هذا الفعل have to بكل زمن هو يصير بمكان الفعل الرئيسي يعني شلون يعني اذا ناخذ اول زمن اللي هو المضارع البسيط بالزمن المضارع البسيط بالزمن المضارع البسيط فهذا الفعل بالزمن المضارع راحتكن قاعدته بالزمن المضارع البسيط مثلا فاعل ونجعله فيراه هذا الفعل لانه هو راح يكون بمكان الفعل الرئيسي وفعل الرأيسي وفعل الرئيسي في زمن المضارع البسيط سيكون буквالفعل فاذاكين الفاعل مفرد نجعله has to واذاكين الفاعل فجمعة خلي have to واذاكين الفاعل i نياخذ have to وبعدها سننزل اكيد المضارع خالي 1993 من اي اضافة يعني عني من الضروري ان شنو اغادر بالوقت الحالي اذا ناخذ another example she has to leave هي من الضروري ان تغادر نشوف انت ابو هنا نبا خلينا have to خلينا have to اذا يعني بعض الطلاب ممكن يستخدمون have to ثانت صحيحات تستخدمين have to او تستخدمون have to ثانت صحيحات بالنسبة لهذا الزمن المبارع البسيط في استخدام have to هما الانجليز يعني يستخدمون have to بعد مثلا ناخذ another example like she have to leave يعني هي من الضروري ان تغادر او سعي هنا have to اهنان بهذا المثال يصر مثلا يعني ما يصر يعني اوكي يصر نستخدم الشي will has to will have to اذا ناخذ another example فمثلا نقول they have to leave يعني هم من الضروري ان يغادروا فنشوفوا هنا they اخذت have to ليش انه هذا الزمن مبارع بسيط نروح للزمن الثاني اللي هو الماضي البسيط بالماضي البسيط الموقع الفعل الرئيسي يكون بعد الفاعل ويكون بالماضي فالhave to راح ندخله هنا راح تتحول الى had to بالماضي وطبعا اي فاعل اي فاعل تستخدمونه هو ياخذ have to وننزل بعد have to تكملته هو تحتاج ويجي فعل رئيسي يعني فعل بمعنى فمثلا نقول i had to leave يعني انا كان من الضروري ان شنو اغادر بالماضي ثم هالطريقة يقدرنا يكون جملة مستخدم بها have to بالزمن الماضي اوكي بالزمن المضارع المستمر راح تكون موقع الفعل الرئيسي اللي ينضاف الing بالhave to راح نضيف لها ing يصر having to اذا كان الفاعل مفرد ياخذ is نعرف وذا كان الفاعل جمع ياخذ are وذا كان الفاعل i ياخذ on فماذا نقول they are having to leave يعني هم من الضروري ان يغادروا فتصير they are having to leave اوكي leave هذا هو الفعل المجرد الخالي من اي اضافة اللي هو تكمل الفعل having to بعد مثلا نقول i am having to leave يعني انا من الضروري ان اغادر الان معنات اللي استخدمنا بها having to اوكي i am happy to leave بالزمن الماضي المستمر شون قدر راح ننكون الجملة اكيد هم have to راح ننخليها بمكان الفعل الرئيسي اللي هو الفعل اللي انضاف ل-ing الفاعل نخلي ونخلي بعدين i am was aware بهذا الزمن اذا كان الفاعل مفرد ياخذه was واذا كان الفاعل اذا كان جمع ياخذ were واذا كان الفاعل اذا كان الفاعل i ياخذ was اكيد فمثلا نقول i was having to leave يعني اني من الضروري ان شنو اغادر او مثلا نقول مها ونرجس were having to leave مها ونرجس هذالا اسمين اذا هم جمع ياخذون where مها ونرجس كان من الضروري عليهم ان يغادر ذا اوكي ضيف هذا هو الفعل مجرد الخالي من اي اضافة اللي جمعت having to بالزمن المضارع التام البسيط حتى نستخدم have to نحتاج ان نخلي subject وبعد subject مقاعدة هذا الزمن لازم نخلي have or has اذا كان الفاعل مفرد ياخذ has واذا كان الفاعل جمع ياخذ have واذا كان الفاعل i ياخذ have ايضا بعدها رح نزل تصريب ثالث للفعل الرئيسي وهنا احنا قلنا بالبداية انه الhave to هي رح تكون هي بمكان الفعل الرئيسي اذا الhave to هي رح نصرفها للتصريب الثالث وصير have to وبعدها ننزل فعل مجرد الخالي من اي اضافة اللي موجود عندنا اللي بيبعنا فبثنا نقول i have had to leave i have had to leave يعني انا كان من الضروري ان شنو اغادر من فترة الماضية من حد قبل فترة فهنا هنا استخدمنا البداية i واخذت اخذت i have حسب القاعدة وحولنا الhave to الى التصريب الثالث بمكان الفعل الرئيسي هاي الhave to احتاجت يجورها تكمله تكمله تكون فعل بمعنى فخلينا leave اللي هو فعلا بمعنى بالزمن الماضي التام البسيط هتنكون جملة نحتاج فاعل ونحتاج بعدها نخلي had وبعد ال had نحتاج past participle مدام عندنا have to اذا have to هي راح تكون موقع past participle وراح نخلي بعدها فعل مجرد الخالي من اي اضافة فمثلا نقول i had had to leave i اخذت had حسب هذا الزمن وبعدها نزلنا تصريف الثالث الفعل نه اللي هو فعله ضرورة اللي هو have to تحولنا للتصريف الثالث صار had to وال had to اخذت فعل مجرد خالي من اي اضافة اللي هو leave بزمن المستقبل حتنكون الجملة يحتاج فاعل وهذا الفاعل ياخذ well معناث السوفة وهذا الفعل السوفة يحتاج يجي بعد الفعل رئيسي مو شرط ان يكون لي معنى يعني فهنا استخدرنا مثلا have to لانه هو have to هو الفعل اليوم فهذا ال have to اتفقنا انه بالبداية من شرحته لكم قلتلكم have to يدخل او يكون هو بمكان وبموقع الفعل الرئيسي بكل زمن فهنا الفعل الرئيسي بزمن المستقبل هو بعد ال wall اوكي فراح نخلي ال have to اذا بعد ال wall ويكون مجرد خال من عيضة فمثل ما تشوفون have to على حقيته وال have to يحتاج وراء تكمله هاي التكمله شرط ان تكون فعل مجرد خال مجرد ويكون بمعنى فمثلا نقول i will have to leave يعني اني سيكون من الضروري ان اغادر بالزمن المستقبل فبحالة الاكبات نقول i have to eat more vegetables مثلا نقول i have to eat more vegetables يعني اني من الضروري ان اأكل خضرات اكثر فبهاي الطريقة استخدمنا have to بالزمن المضارع البسيط اوكي بني انثلة اكثر عن هذا الموضوع يعني احنا اخذنا كل زمن وانثلته my father had to go to the doctor yesterday يعني والدي كان من الضروري ان يذهب الى القبيب امس بالامس فهنا انا هاي الجملة بزمن الماضي البسيط لانه استخدمنا بعد الفاعل خلانا هاتو بعد هاتو خلانا فعل بمعنى وفعل مجردين من اي اضافة to the doctor yesterday هاي الجملة هي بزمن الماضي البسيط الزمن المستقبل مثلا نقول we won't have to go to the school tomorrow يعني احنا سيكون من غير الضروري ان نذهب الى المدرسة غدا فهي الجملة بالزمن المستقبل يعني هنا مستخدمين والله هنا فيها تصير want اوكي هاي الزمن المستقبل I didn't have to pay for my ticket يعني انا لم يكن من الضروري ان ادفع لتذكرتي فان انا هاي الجملة بالماضي البسيط استخدمنا didn't have to يعني بالزمن الماضي البسيط حتى ننفي الجملة اكيد عندنا didn't didn't never had to go to hospital انا هاي الجملة ايضا بزمن المضارع التام البسيط واستخدمنا بها نفي اللي هو never لاني قلنا never هي نفس معنى not I have never had to go to the hospital وانا تقاني لم يكن من الضروري ان اذهب الى المستشفى من فترة السابقة والحد الان انتشي معنى هاي الجملة بحالة السؤال حتى نكون السؤال مثل ما متعودين بكل زمن بمن نسأل يعني مثلا بالزمن المضارع البسيط نسأل بالdo والdoes نالي انا عندنا الفاعل you فاذا راح نقدم do نستخدمها نخلي do ونخلي بعدها you اللي هو الفاعل وبعدها هنخلي فعل مجرد خارج من اي اضافة اللي هو have to والhave to تاخذ فعل تاخذ الفعل يكون بمعنى ومجرد ايضا فخلينا work tonight هي تكملة الجملة او ضرف الزمان فصال do you have to go to work tonight هل من الضروري ان تذهب الى العمل او هل من الضروري ان تعمل الليلة فهي الجملة بالزمن المضارع البسيط سألنا بها فمثلا ان يطيلنا السؤال يقول ان I had to wear in from my primary school ويقول بين قصيا حاولوا الى السؤال السرح نحاول الى السؤال مثل هي تجملة راح بالبداية نكتشف زمن هاي الجملة يعني هنانا زمن الجملة شنو هذا هذا ماضي بسيط اذا نفكر مدام بالماضي البسيط وهنانا ال had to معناتها منها ضروريا اذا لازم حتى نسأل بهذا الزمن حتى نسأل بهذا الزمن نحتاج did تجينا سنخلي did والI راح تتحول الى you فرحصر did you وبعدها ننزل الفعل اللي هو الفعل الرئيسي اللي عندنا هنا بهاي الجملة اللي هو had to ونخلي مجرد فعل مجرد لان did تحتاج وراه يجي فعل مجرد خالي من اي اضافة وبعد هاي ال have to راح نخلي فعل ايضا مجرد خالي من اي اضافة لان ال have to تحتاج وراه يجي فعل مجرد خالي من اي اضافة wear an inform at your primary school هاي كل هاي الكمبليمت راح ننزلها واخر وشين خليك وجده ونقصر بهاي الطريقة did you have to wear an inform at your primary school راح يقول جغب yes i have or yes i had اوكي or the job صحيح yes i had will you have to see the doctor again هاي الجملة هنانة بالزمان المستقبل فهاشان نسأل احنا متعاودين بالزمان المستقبل نستخدم مولا ونقدمها بالذيئة ونخلي بعدها الفاعل مثلا new ونخلي بعدها الفعل يكون مجرد خالي من اي اضافة فاداما هنانا عندنا have to راح هو نخلي الفعل ونخلي بعدها الفعل مجرد ايضا يحتاج ال have to خالي من اي اضافة واخر شي ننزل تثمونة الجملة the doctor again هاي تثمونة الجملة will you have to see the doctor again yes i will no i won't هاي الطريقة راح نكتر نجواب على هذا السؤال فانتعبو زين انو اخرنا الفعل must والفعل have to هذان الفعلين هذان الفعلين الشابهن انو must يعني بحالة الاثبات نستخدم must you must answer all the questions هاي معناته انت ملزم انو اتجاوب على كل الاسئلة انت مجبر انو اتجاوب على كل الاسئلة من نستخدم من نقول you have to answer all the questions شنو معناته من نقول you have to answer all the questions هم معناته انت من الضروري ان اتجاوب على كل الاسئلة فاذان المست والhave to بحالة الاثبات يشابهن من ان احنا نستخدم المست المن القاعدة اللي ما يصر نجالسة ونستخدم الhave to للسلسل تيلة بضرورة فتقريبا هنا يشابهن بالمعنى بينما الفرق ببياناتهم هو بحالة النفي يعني من نقول you mustn't ومن نقول you don't have to شنو الفرق ببياناتهم بحالة النفي فرق انو مثلا اذا ناخذ هاي الجملة you mustn't leave معناته انت ميصر تغادرين او انت ميصر تغادر اهنان من استخدم معناته انت ميصر انو تغادر او اذا غادرت انت ممكن انو تتحاقب لانو راح تتجاوز قاعدة فهنان انا امنع المقابل انو يسوي هذا الشيء اللي هو المؤادر بينما من نستخدم don't have to leave اهنان انا يعني جاي اقول للشخص انو انت مو ضروري انو تغادر اوكي فبقت يمنا هو يريدي غادر هو ما يريدي غادر هذا الشيء or it's up to you حسب اذا اخذ بك فهنان المسنت المسنت نستخدمه اذا نقول it's not allowed يعني هذا الشيء ما مسموه it's prevented you are prevented from leaving اذا استخدم you don't have to معناته هنان it's up to you فبقى الموضوع همك تهد تغادر او ما تهد تغادر او ما تهد تغادر بينما المسنت من اكوثه هنان بهاي الجملة معناته انت مجبر انو ما تغادر اوكي انت مجبر انو شو ما تغادر او انا امنع كميا من المؤادرة فهذا هو الفرق بين must و have to هسا نتفقد انه موضوع مهم عندنا اللي هو strong advice النصيحة القوية فمثلا نقول i have to be at the airport by 10 يعني من الضروري ان اكون او ادراجت بالمطار الساعة بالعشرة by 10 لذلك يعني اني من الافضل ان اغادر الان فهاي ال have better هي تقريبا تشبه تشبه should يعني i should leave now يعني اني اني لازم اغادر الان فهنا نستخدم ال have better للنصيحة قاعدتها تقول نخلي الفاعل قبلها ونخلي فعل مجرد بعدها يعني نفس قاعدة have to او نفس قاعدة must وال can وال should اوكي لازم يجيباعد انفع المجرد خالي من اي اضافة فمثلا نقول you had better add some salt on to this soup it is rather tasteless انتي من الافضل ان الضيفين بعض الملح على هاي التشريبة it is rather tasteless يعني هي نوعا ما نوعا ما tasteless معناتها ما به طعام you had better add some salt to this soup هنا انا استخدمنا you had better حتى ننتي نصيحة لانه the soup is rather tasteless نوعا ما هي عديمة الطعام يعني ما صخة بلا السبب راح انت لنصيحتي انه انتي من الافضل ان نضيفين بعض الملح عليها فهنا استخدمنا the had better لنصيحة حالة النفيحة في الجملة نقول نخلي the subject في البداية فقط the had better نخلي بعدها not وبعدها ننزل base or infinitive verb فمثلا نقول you had better not to go to work today يعني انتي من الافضل ان لا تذهبي الى العمل today اليوم شون الفرق بين should or had better جاناتي من نستخدمين for advice بس الفرق بيناتي انه مثلا we should meet more often معناتها احنا لازم نلتقي اكثر بينما هنا بهاي الجملة قلنا we had better meet يعني احنا من الافضل ان نلتقي عند الساعة الحادية 10 outside the station خارج المحطة او خارج المركز فهنا استخدمنا should او هي اصلا نستخدم should for general advice نستخدمها لنصيحة بشكل عام انا احنا ما نريد نطول الشخص ما نريد نفصل بالنصيحة ما نريد نطي تفاصيل يعني مهمة بالنصيحة يعني مجرد اجا شخص طلب نصيحتي فراح نطي نصيحة بشكل عام يعني اقول اسول هذا الشي او لا اسول هذا الشي استخدم اذا شنو شد بينما اذا الشخص كان مقرب من يسألني يعني من يطلب النصيحة فاكيد راح اتكرر له تفاصيل هواية بالنصيحة فاذا نجب نستخدم هاد better او لا اسول ان هواية فإن هواية حتى ننطي تفاصيل من يطال تفاصيل اكثر من افضل ان ننطقي عن الساعة بزاعش الخارج الماركس بعد ممكن نضع تفاصيل اكثر فاكيد اذا الشخص مقرب وطلب من عندنا النصيحة فراح نستخدم هاد بتر حتى نمطي تفاصيل هواية فإذا هو هذا الفرق بين الشد والهاد بيتر إذا بيها تفاصيل هواية فإذا تستخدمين هاد بيتر إذا عنده تش يعني تردين ذكرين نصحة بشكل عام فتستخدمون الشد نأخذ موضوع مهم الثالث موضوع رابع يعني بهذه الوحدة اللي هو موضوع second conditional موضوع إذا إذا بالحالة الثانية من second conditional حتى نكون الجملة بإذا الشرطية نحتاج f class و main class قاعدتنا بالsecond conditional نتقول f class لازم تكون بالمال البسيط وأكيد نخلي كمل لأن f إجتي هنا بالبداية نخلي كمل الماني class نازم نخليها أول شي نخلي فاعل وبعد الفاعل نخلي with or could or might واحد من عدل تستخدمون واحد من هلانية ثلاث أفعال وأنتم مخيرين يعني ما بقى فرقة بيناتهم هنا بالsecond conditional أي فعل تستخدمون هو صحيح وبعدها تنزدون فعل مجرد خائب لأي إضافة بعد هلانية ثلاث أفعال فمثلا نقول if i had a lot of money إذا آني امتلكت نقود هواية أو فلوس هواية خلي كاميرا راح ننتقل الماني class I'd buy bigger house يعني أنا راح أشتري بيت أكبر فهنا نشوفوا وشانا عن قاعدة هال if clause وهال main clause الف clause الجتينا بمال البسيط والmain clause استخدمنا بها with or could اختصرناها وبعدها استخدمنا فعل مجرد خالي من أي إضافة ممكن أن نقدم الماني clause بالبداية سرأيت buy bigger house if i had a lot of money بس ننتبه أنه إذا استخدمنا ال if هنا أنا يعني إذا آخرنا ال if فبعد ما مضروري أنه تجي لها كامل لأنه ال if هي راح تربط الجملتين if i had wings إذا آني امتلكت جناحات خلي كامل لأن ال if جاتي بالبداية فحتى أنه نربط الجملتين استخدم كامل ما يصر رأسا نقول i I could fly all over the world معناته آني أقدر أطير حول العالم فهنان if i had wings لو كانت عندي جناحات I could fly all over the world يعني أنه يقدر أطير حول العالم هاي ال if clause للزمن المال البسيط وال main clause استخدمنا بها فاعل وبعد الفاعل خلينا code وبعد code خلينا فعل مجرد خالي من أي إضافة all over the world هاي the compliment هاي تكملات الجملتين إن ما نستخدمنا second conditions استخدمناه حتى نحتي عن not real حتى نحتي عن imaginary situations يعني أحداث أو مواقف غير حقيقية مواقف خيالية أو نكتر نستخدم يعني second conditional for imagination مثل خيال فهي هذا الموضوع فينا هذه الأشياء فمثلا نقول if we had a swimming pool لو كانت عندي أو لو أنا أمتلك لو إحنا لم تلك swimming pool يعني مسبح للسباحة أو بركة السباحة I could learn to swim يعني أنا قدرت أتعلم للسباحة فهنانا استخدمنا هاي if close بالزمن الماضي البسيط و main close خلانا بها فاعل وخلانا بعد الفاعل could وبعد could استخدمنا فعل مجرد خالي من أي إضافة تصوم هي تكملات الجملة if I worked harder إذا آني عملت بجهد إذا آني عملت بجهد أوكي harder يعني بجهد أكثر I might buy the car يعني آني ربما أشتري السيارة فهنانا استخدمنا هاي الأفكتات بزمن الماضي البسيط وهنانا المين كلاس وخلنا بها might بعد خلانا بعد خلانا نفعل مجرد خالي من أي إضافة حتى نحتي عن تخيلاتنا يعني إحنا قاعدين هنا نتخيل لو كانت عديد ناحات كان أقدر أطير دائما دائر العالم لو آني عندي لو آني اشتغلت بجهد أكثر كان اشتريت السيارة اللي أآتها يعني للآنا كلها يعني عنا نقاعدين عنا بالوقت الحالي نتخيل عنا بالوضوع الأخير اللي موجودة بها這 وحدة اللي هو وشيز الأمنيات نستخدم الأمنيات لاستخدم هن بهذا الدرس الي هو درس الامنيات راح نتعلن شتون نتمنى أمنيات بالوقت الحالي يعني حنا عنه نسى نتمنى أشياء لو تصير بهذا الوقت الحالي واشتان نتمنى اشياء لو صارت بالماضي اوكي لو يعني صار هذا الشيء بالماضي ونتمنى لو شيء صير بالمستقبل كل هذان الاشياء هذان الامنيات ثلاث انواع من الامنيات رح نتعلم هنا بهذا الدرس فنبدي بال فنبدي باول حالين هي بالوقت الحالي اذا ردتمنى امنية بالوقت الحالي شان اقدر اكون الجملة حتى كمان الجملة اخلي اي وبعدها اوش اوكي يعني اني اتمنى لان اوش هذا الفعل معنى يتمنى اي وش معناته اني اتمنى اذا يعني اوكي اخلي اي وبعدها اوش هسا رح نبدي امنيتنا اذا امنيتنا تتعلق بالوقت الحالي رح تكون جملة بعد الاي وش لازم تكون جملة زمن ماضي بسيط اوكي يعني فاعل متكونة من فاعل وفاعل بالماضي وتكمله اذا امنيتنا للماضي يعني اتمنى لو شي صاير بالماضي رح نخلي اي وش يعني انا اتمنى وبعدها نخلي الجملة جملة وهاي الجملة تكون بالماضي التام اوكي يعني بالمضارع نخلي جملة ماضي بسيط بينما بالماضي نخلي جملة ماضي تام اوكي بالمستقبل حتى نكون جملة انه نتمنى الشي اللي يصير بالمستقبل رح نخلي اي وش وبعد الاي وش نخلي فاعل وبعد الفاعل نخلي with or could وبعدها نخلي base فعل مجرد خالي من اي اضافة اوكي فخلونا نبدي هسا بالحالة الاولى اللي هي حالة present عشان نقدر رح نكون الجملة قلناها بعد الاي وش لازم نخلي جملة زمن ماضي بسيط فمثلا نقول اي وش اني اتمنى اي هاد مور فرنس يعني اتمنى شنو اتمنى رح ننزل جملة بالماضي البسيط معناته اتمنى بهذا الوقت اي وش اي هاد مور فرنس يعني اني اتمنى انه اني امتلك اصدقاء اكثر اكي بعد مثلا نقول هي وش انتبوا هنا لانه الفاعل هي بدت ويل فعل وش اذا الفعل وش لازم ياخذ اس الشخص الفاعل فليش لانه امنيتي بالوقت الحالي يعني امنيتي سواء تكون بالوقت الحالي او للماضي او للمستقبل فكلين اني هسا قاعدة اتمنى اتمنى استقاعدة لوش يصير بالمستقبل اتمنى لوش يصير بالماضي اتمنى لوش يصير هسا فاذا كلين بالوقت الحالي اذا اي وش يعني هذا الفعل اذا الفاعل ما كان مفرد لازم ياخذ اس الشخص الثالث هو اذا الفاعل جمع او اي لازم ياخذ شنو لازم نضيف لأي اضافة كون مجرد خالي من اي اضافة مثلا اي وش ما قلنا اي وش خطأ ه وش هس ننزل بعدها جملة تكون بالماضي البسيط مثلا ه تعرف على ناس اكثر فهن انا هاي الجملة بالماضي البسيط ه وش هو يتمنى حاليا لهو يعرف ناس اكثر بعد بدأ نقول اي وش اني اتمنى اي كد لغ اقدر سبيك احتي ونتكلم lots of languages لغات اكثر او لغات عديدة لغات عديدة اكي فهي امني تيش وكيد لوقت الحالي ليش اني استخدمت بها افعال بالزمن الماضي وجملة نا بالزمن الماضي بسيط اكي يعني هنان هذ الكد هو ماضي كان صح والكان هنا داخلة على الزمن الماضي البسيط ما اكي اي مشكلة بالموضوع اكي هاي الجملة تبقى هي جملة شنو ماضي بسيط حتى لو استخدمنا بها model verb فانتقو زيان حتى لو لقيت بالجملة يعني جملة كما الماضي بسيط حتى هات ممكن تستخدم ها هي ما ماضي بسيط هسا بالماضي دارد اتمنى لو شي صاير بالماضي شنو اقول لازم استخدم جملة ماضي term فماذا نقول I wish I hadn't been so selfish اني اتمنى شنو اتمنى I hadn't been so selfish اني ما اتنت انانية كلش فهنان past perfect استخدمنا بها I استخدمنا بعدها had ونفينا ها بالnot صاعد hadn't وبين هو التصريف الثالث للفعل b so selfish هيتكمل الجملة مثلا نقول she wishes هي تتمنى she had worked harder for her times she wishes معناها هي تتمنى بالوقت الحالي she had worked she had worked يعني هي عملت harder بشكل بجهد اكثر for her exams لامتحانات فهنان هاي الجملة تشوفوها هي جملة ماضي تام لأنه شي من البداية استخدمناها خلينا بعدها had بعدها نزلنا تصريف ثالث للفعل اللي هو worked worked صر worked لأنه فعل قياسي قبل ايدي harder for her exams هي تكمل الجملة بالزمن المستقبل اريد اتمنى وشي صر بالمستقبل قلنا نخلي i wish ونخلي بعدها فاعل وبعد الفاعل ننزل with or could كيفكم ثلاث صحيحات وبعد ننزل base فعل مجرد خالي من اي اضافة ثلاث ينقول i wish اتمنى it could get cooler يعني اتمنى حاليا بالمستقبل اتمنى بالمستقبل شنو يصير حاليا اتمنى شي يصير بالمستقبل حاليا اتمنى شنو اتمنى بالمستقبل يصير اتمنى it could get cooler يعني اتمنى هي يعني the weather could ممكن ان get يصير cooler بعد سلطان wishes يعني سلطان يتمنى شي يتمنى السلطان بالوقت الحالي his brother اخو would help him اخو هو الفاعل would خلينا بعدها base اللي هو help him هاي تكملات الجملة اوكي فهمها الطريقة تمنى الشيء بالمستقبل انه سلطان يتمنى بالوقت الحالي انه اخو يساعد بالمستقبل اوكي وقد عدنا ملاحظة هنان جدا مهمة انه احنا منتمنى اشياء بالماضي اذا هذا نسمي regret بعض الاحيان يعني مثلا هنان i wish اني اتمنى i hadn't been so selfish اش معلات اني اتمنى لا موت نت انانية اوكي فاذا هنان شنو هذا ندم بينما اكو جمل ما تح برضي عن الندم يعني مو كل الجمل منتمنى يعني امنيات للماضي مو كلهن يعبران عن الندم لا بعض الجمل يعبران عن الندم وبعض هالاخر يعبران عن اتمنى ان اشياء اصرات بالماضي فهذا هو اخر موضوع موجودة بالوحدة الخامسة اتمنى تكونوا استفادئتوا من هذا الدرس اذا عدكم اي سؤال بخصوص مواضيع الوحدة الخامسة تركوه هنا بالتعليقات and thank you peace out